بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم التقي اليوم مع شرح للدرس الثاني من دروس العقيدة وذلك من المحور الثالث كيف يعمل العالم وذلك للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني أرسنا اليوم هو بعنوان آيات من سورة الحجرات سورة الحجرات نأخذ بعض الآيات نتناولها بالشرح والتفسير وهي تتحدث عن آداب التعامل مع الآخر آداب التعامل مع الآخرين وطبعا هذا الموضوع متصل بالموضوع السابق بالدرس الأول شرحنا فيه علاقتنا بالله وعلاقتنا بأنفسنا وكذلك بالآخرين صورة الحجرات ترتيبها في المصحف هي الصورة رقم تسعة واربعين يعني سبقها حوالي كام تمانية واربعين صورة فهي ترتيبها في المصحف هي الصورة رقم تسعة واربعين أما الآيات التي نتناولها هي من بداية الآية رقم 10 إلى الآية 13 يعني هي سريسة آيات فقط نتناولها بالشرح قبل أن نبدأ في تلاوة هذه الآيات وشرحها أرجو أن تشترك في القناة وكذلك مشاركة الفيديو وتفعيل الجرس حتى نستطيع تقديم المزيد بإذن الله عز وجل من الشرحات والتدريبات افعل ذلك الآن ثم تابع معي الشرح سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بإذن هذه الآيات تدعونا إلى الصلح بين المؤمنين وكذلك التقوى واتقوا الله لعلكم ترحمون وكما تحدثنا عن التقوى قبل ذلك التقوى قلنا أنه امتثال الأوامر واجتناب الإنواهي نفعل ما أمرنا الله عز وجل به ونبتعد عما نهانا عنه لماذا؟ لعلكم ترحمون يعني حتى يرحمنا الله عز وجل طيب يا أيها الذين آمنوا الخطب هنا للمؤمنين لا يسخر قوم من قوم يعني لا يسخر لا يهزأ ولا يعني يحط من شأنه يقلل من شأنه لا يسخر قوم من قوم لماذا؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني ممكن الشخص الذي تهزأ منه هذا يكون خيرا منك وأفضل منك عند الله عز وجل وكذلك طبعا المقصود هنا بالقوم تحديدا ليس فقط الجماعة من الناس ولكن قوم مقصود بها الرجال لماذا؟ لأنه خص النساء بالذكر بعد ذلك إذن قوم هنا مقصود الرجال وهنا النساء وكذلك لا تسخر النساء من النساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم يعني هو دعوة إلى عدم العيب في الآخرين لا يعيب أحد على الآخرين ولا يتنابزوا بالألقاب يعني لا يدعو أحد الناس شخص آخر لا يدعوه بإسم أو بلقب يكرهه لا تنادي على الآخرين بألقاب أو بأسماء يكرهونه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يعني هذا الزنب طبعا عظيم اللي هو الفسوق بعد الإيمان الخروج من الطاعة والخروج من الإيمان بعد أن كان مؤمنا ومسلما ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إذن هي دعوة إلى التوبة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أي أكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يعني يدعونا إلى عدم ظن السوء بالآخرين بالمسلمين إن بعض الظن إثم قد يكون هذا الظن خطأ فهو إثم يعني ذنب ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يعني لا تبحسوا عن نيوب الآخرين ولا تفتشوا في أسرارهم ولا يغتب بعضكم بعضا الغيبة طبعا هو ذكر الآخرين بما يكرهونه حتى وإن كان هذا الشيء فيهم أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم والآية الأخيرة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بإذن الخلاصة أن أفضل الناس عند الله عز وجل هم الأطقياء الذين لديهم صفة لي صفة التقوى كما ذكرناها في البداية واتقوا الله الله عز وجل عليم وخبير بعباده وبأحوالهم هيا بنا إلى شرح لبعض معاني المفردات واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله أي امتثلوا أوامره امتثلوا أوامر الله امتثال الأمر اللي هو يعني الطاعة اللي هو التنفيذ إن احنا ننفذ الأوامر واجتنبوا نواهيه أن نجتنب ونبتعد ونتجنب النواهي الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها لا نقترب منها واتقوا الله لماذا لعلكم ترحمون يعني رجاء أن ترحموا أن يرحمكم الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر يعني لا يهزأ بعد ذلك ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يعب ولا يطعن بعضكم بعضا ما حدش يعيب على التاني ولا يعيب عليه ولا يذكر صفات يعني فيه بعد ذلك ولا تنبزوا بالألقاب ولا تنبزوا بالألقاب يعني لا يدعوا طبعا هنا أصلها فيه ولكن محزوفة عشان هنا اللام اللي إنها هي المهم لا يدعوا أحدكم لا يدعوا أحدكم غيره لا يدعوه بما يكره لا يدعوه بما يكرهه من اسم أو صفة يبقى إذن لا تدعو الآخرين لا تناديهم بأسماء أو بصفات يكرهونها زي ما معظم الناس بيعمل ممكن ينادي الشخص آخر بإسم هو كره ما تناديش حد بإسم ما بيحبوش طيب إن بعد ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أي ظن السوء يبقى المقصود بالظن هنا ظن الثن الثن السيء بالمسلمين خلاص يجب علينا أن نحسن الظن بالآخرين يعني نظن بهم الخير وليس الشر بعد ذلك ينهينا الله عز وجل عن التجسس ولا تجسسوا التجسس معروف طبعا يعني لا تبحثوا عن عيوب الآخرين أو تفتشوا في أسرارهم وخصوصياتهم أو تتتبع عيوب الآخرين تتتبع العيوب وتركز عليها وتتجسس عن الناس أو تفتش عن أسرارهم وخصوصياتهم هو في أشياء خاصة به أو تتجسس عليه وتشوفه من غير ما ياخد بال وهكذا ولا يغتب بعضكم بعضا الغيبة طبعا معروفة لا يغتب يعني لا يذكر أحدكم أخاه بما يكرهه حتى وإن كان فيه ما تذكرش أي شيء فخوك هو هو أيه هو بيكرهه إنك إنت تذكره خلاص طبعا دي المعنى كلمة إليه الغيبة طبعا بتذكره من وراء حتى لو الشيء ده موجود فيه المهم إنه هو طالما بيكره إنك إنت تتكلم عليه بهذه الصفات يبني اسمها لإيه الغيبة وضرب الله عز وجل لنا مثلا يعني فضيعا أيه حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ترضى إنك تاكل لحم أخوك ميت أخوك كده ميت وإنت بتاكل في لحمه كده تقدر طبعا ده شيء إنت تكره إنك تعمله فكذلك اللي بيغتاب الآخرين اللي بيغتاب أخوه المسلم وبتكلم عليه من وراء طبعا ده شيء مثل هذا المثل تكرهه النفوس الإيه السليمة أيا بنا يا أصدقائي نتناول شرح هذه الآيات الآيات الجميلة الرائعة التي تبين لنا التعامل مع الناس من صورة الحجرات تدور صورة الحجرات حول آداب التعامل بين الناس حتى ينشأ مجتمع متحاب ومترابط يعني بينهم المحبة خلاص المحبة تنتشر بينهم وكذلك الترابط فيما بينهم هذا المجتمع مبني على الأخوة وعلى حسن الخلق ما هي هذه الآداب الأدب الأول أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإصلاح بين المسلمين ونبذ الخلافات بينهم أن نبعد الخلافات هذه وننبذها ونكرهها مثل هذا الفعل هذا يصلح بين المتخاصمين إذن يجب إذا رأيت أخوك أن هو مخاصم واحد تاني وهكذا إصلاح ما بينهم ما تسيبهم شي كده وخلاص ويفضلوا متخاصمين لا إصعب الخير وإصلاح ما بينهم ونهانا عن السخرية والاستهزاء واحتقار الآخرين أوعى تسخر من الناس هذا مثلا شو بيبص الواحد مثلا وبيسخر منه بيسخر منه بيستهزأ وبيحتقره طبعا ده تصرف خاطئ كما نهانا عن أن ندعو أحدنا بما يكرهه من اسم أو صفة أوعى تنادي أخوك تنادي صحبك تنادي أي حد باسم هو يكرهه طبعا غلط أنت ما ترضاش حد يطلع عليك اسم ويناديك به ثالثا أمرنا الله تعالى بالتثبت والتأكد من أي معلومة أو خبر يصلنا سمعت أي معلومة سمعت أي خبر تأكد منه الأول تأكد منه الأول قبل ما تسدقه وقبل ما تنشره وأيضا نهانا عن عدم يعني نهانا طبعا أمرنا يعني بعدم سوء الظن بالآخرين أو نهانا عن سوء الظن بالآخرين يجب علينا أن نحسن الظن بالآخرين كذلك نهانا الله عز وجل عن التجسس على الآخرين كما كنا والتفتيش عن عيوبهم وكذلك عن تتبع خصوصياتهم وأسرارهم طيب رقم خمسة نهانا عن الغيبة اسمها الغيبة مش الغيبة خلاص نهانا عن الغيبة والنميمة وهما التحدث عن الآخر بما يكره أو بما ليس فيه دون علمه طبعا هو مش موجود دي معنى الغيبة إنما النميمة لها معنى تاني النميمة اللي هو نقل النميمة نقل الكلام بين الناس ولكن بغرض الإفساد نقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس بين الاثنين رقم ستة أوصان الله تعالى بأن نتعارف مثل هذا هم يتعارفون بيسلموا على بعض بيتعرفوا أن نتعارف ونتبادل النفع القائم على الاحترام والتقوى وحسن الخلق إذن تعارف وتعرف على أصدقائك ويعرف ناس جديدة ويخليك دايما متبادل النفع مع الآخرين انفع الناس باللي تقدر عليه ننتقل إلى الدروس المستفادة ماذا استفدنا من هذا الدرس؟ طبعا استفدنا عدة آداب في التعامل مع الآخرين أولا الإصلاح بين المسلمين الإصلاح بين المسلمين بين الآخرين إصلاح ما بين المتخصمين أيضا اجتناب الغيبة والنميمة كذلك يجب علينا التثبت من الأخبار والتأكد منها قبل نقلها اجتناب سوء الظن ابتعد عن سوء الظن لا تظن الظن سيء بالآخرين أحسن الظن بالآخرين كذلك اجتناب السخرية والاستهزاء أوعى تسخر أو تستهزئ بغيرك زي ما بتحبش حد أنه يسخر منك أو يستهزئ بيك برضو ما تعملش اللي أنت بقي يحب لأخيك ما تحب لنفسك طيب عدم دعاء الآخر بما يكره أوعى تقول له باسم تناديب اسم يكره التعارف بين الناس ربنا خلقنا لماذا لكي نتعارف بعد ذلك اجتناب التجسس هو تتجسس على الآخرين وتتتبع عورات الآخرين هيا بنا يا أصدقائي إلى حل الأنشطة والتدريبات طبعا هنبدأ نحل وعايزك تسبقني قبل ما نحل ولكن عشان يعني ممكن تعمل كده وتوقف الفيديو قبل ما نقول الإجابة وتختبر نفسك نشاط واحد اكتب المحذوف من الآيات مستعينا بالكلمات التالية طبعا يجب عليك أنك تحفظ الآيات السابقة يجب أنك ترجع إليها مرة أخرى وتسمعها زي ما قرأتها كده وتحفظها حفظ جيد بالتشكيل وبالأحكام كده على قد ما تقدر زي ما احنا قرأناها هنعيدها مرة تانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر أن نكتب هنا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئسة أنا عايزك تسبقني قبل ما نقول عايزك أنت تقول قبلي على طول عشان تأكد من إجابتك بئسة بئسة لسمه أحسنت بئسة لسم الفسوك بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أي يحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه أي يأكل لحم أخيه ميتا دي اسمها ميتا وأتقول ميتا ميتا الميم هنا الياء على سكون خلاص الميم فتحة والياء سكون أتقول لي فيه السكون دي علامة السكون في المصحف المصحف لعلامات وليه خط كده مخصوص خلاص هنا دي علامة السكون بتاعتنا علامة السكون اللي هي كده في الكتابة بتاعتنا إنما لا هنا دي العلامة دي بقى اللي هنا دي دي كده أن الألف دي لا تنطق يعني تقول لي لا تجسسوا ولا أهو مش نطقنا الألف خالص خلاص سيب السكون هنا دي في القرآن معناه أن الألف دي لا تنطق أصلا إنما هنا دي كده علامة السكون في المصحف ليه رأس حاء صغيرة رأس حاء بداية كده ليه يعني مش الحاء كلها لا رأس حاء كده أي دي السكون المهم ميتا فكرهتمو فإيه فكرهتمو واتقوا الله إن الله تواب إن الله تواب رحيم عايز تاخد بالك برضه من العلامات دي لما يقول كلمة صلي يعني هنا الوقف الوقف هنا جائز ممكن توصل طبعا الوصل أولى الوصل أولى وممكن توقف طيب جيم جواز إيه الوقف وجواز الوصل يعني هنا مستوى الطرفين ممكن توقف وممكن توصل طيب سوف بإذن الله نشرح بعض هذه العلامات في فيديو مستقل حتى نفهم ونستطيع تلوط القرآن ما الذي تدور حوله آيات صورة الحجرات كما قلنا تدور حول حول أيه آداب التعامل آداب التعامل بين الناس آداب التعامل بين الناس ننتقل إلى النشاط الثاني صل كل مما يلي بمعناه المناسب قال تعالى لا يسخر ما معنى كلمة لا يسخر طبعا السخرية هي الاستهزاء إبقى إذن لا يسخر معناها لا يهزأ لا يسخر لا يهزأ طيب ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا أنفسكم ها افتكر معايا لا تلمزوا أنفسكم هل تذكرت لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يعب لا يعب ولا يطعن بعضكم ايه؟ بعضا ما حد شعيب على آخر ولا تنابذوا بالألقاب يعني لا يدعو أحدكم غيره بما يكرهه من اسم أو ايه أو صفة لا تدعوه باسم أو صفة يكرهها طيب ولا يغتب بعضكم بعضا طبعا الغيبة اللي هو ذكرك أخاك بما ايه؟ بما يكره حتى وإن كان فيه حتى وإن كان هذا الشيء الذي يكرهه فيه برضو ما ينفعش النكت ايه؟ تتكلم عليه ولا تجسسوا ولا ايه؟ تجسسوا لا تجسسوا طبعا يعني لا تبحسوا عن عيوب الآخرين أو تفتشوا في أسرارهم وخصوصياتهم كل واحد ليه حرية وليه خصوصية طيب بعد ذلك ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية الغيبة والنميمة هما التحدث عن الآخر بما يحب أو بما هو فيه طبعا دي خطأ احنا قلنا بما يكره بما ايه؟ يكره طيب بعد ذلك وخصوصا ده تعريف الغيبة يعني إنما كما قلنا النميمة ليه نقل ليه الكلام يعني طيب أتجسس على الآخرين من الأعمال الصالحة طبعا خطأ طبعا ده من الأعمال ليه القبيحة السيئة ينبغي على المسلم أن لا يسيء الظن بالآخرين طبعا إجابة ايه صحيحة من الصواب أن تدعو زميلك أن تدعو زميلك باسم أو صفة يكرهها هل هذا من الصواب؟ لا هذا من الخطأ طيب الإصلاح بين المسلمين الإصلاح بين المسلمين ونبذ الخلافات من أعمال الخير طبعا إجابة صحيحة يجب علينا التأكد والتثبت طبعا التثبت لبعا معناها التأكد من أي معلومة أو خبر يصلنا طبعا إجابة صحيحة أو تنشر إشعاعات أو أي شيء أنت مش متأكد منه لشان ما تاخدش ولا تشيل أي طبعا الزنوب استخرج من آيات صورة الحجرات التي تلونها آدابا للتعامل مع الآخرين ثم اكتبها طبعا هذه الآداب ذكرناها بالتفصيل هذه الآداب أكتبها هي الإصلاح بين المسلمين ونبذ الخلافات بينهم أيضا التجنب السخرية والاستهزاء واحتقار الآخرين ده شيء وأيضا شيء تاني ألا ندعو أحد بما يكره من اسم أو صفة أيضا التثبت يجب علينا التثبت والتأكد من أي معلومة أو خبر يصلنا أيضا عدم سوء الظن بالآخرين أيضا من الصفات عدم التجسس على الآخرين كذلك عدم والابتعاد عن الغيبة والنميمة وده التعريف بتاعهم مخصوصا تعريف الغيبة كذلك من الآداب التعارف أن نتعرف على الآخرين وكذلك نتبادل نفع القائم على الاحترام والتقوى وحسن الخلق تابع معي الدرس التالي نتحدث فيه عن اسم من أسماء الله تعالى الحسنة وهو اسم الله السلام ما معنى ذلك الاسم وكيف نتخلق بهذه الأسماء تابع معي الدرس القادم بإذن الله وفي الختام شكرا لكم جزيلا على كرمي ولطفي المتابعة وقبل أن تغادر أرجوك أن تشترك في القناة اشترك في القناة وشارك الفيديو وكذلك فعل الجرس ولا تنسى التعليق اكتب لنا رأيك في التعليقات في أسفل هذا الفيديو اكتب لنا أي استفسار تريده سوف نجيب عليه اكتب لنا كلمة طيبة داعمة ومشجعة ادعمنا دائما بكل هذه الأشياء حتى نستطيع الاستمرار ومواصلة تقديم المزيد من الشروحات والتدريبات بإذن الله عز وجل شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة